السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى ال two dimensional array كيف نتعمل مع matrix أولا declaration كيف نعرف المصفوف نبدأ بكتابة ال type نوع ال data نوع ال elements التي نضحها نخزنها في المصفوف ثم اسم المصفوف ثم نضع قوسين ونحدد عدد lines نضع قوسين أخرى ونحدد عدد columns example إذا أريد مصفوف سأخزن فيه أعداد طبيعية لذلك كتبت هنا النوع int اسم المصفوف عدد lines 2 وعدد columns ثلاثة يمكن أن أرمز لهذا المصفوف بالرسم البياني هذا إذا عندي مصفوف أو يمكن أن نقول أن هذا مؤشر لهذا المصفوف عدد lines قلنا 2 سطر أول سطر ثاني رقم line الأولى سيكون 0 الاندكس لللين الأولى واللين الثاني سيكون رقمها 1 الكولومتس عندي ثلاثة أعمدة العمود الأول سيكون رقمه 0 العمود الثاني رقمه 1 والعمود الثالثة رقمه 2 2 إذن تلاحظون أن إلى حد الآن عرفت المصفوف عدد الخانات لكن لم أضع أي قيمة داخل الخانة نروح إلى initialization الآن المصف اللي عرفته في الأعلى سأضع قيمة داخل كل الخانة الخانة الأولى M00 يعني الخانة الموجودة في السطر أو line رقم 0 والكلومن رقم 0 اللي هي هذه line رقم 0 كولومن رقم 0 وضعت فيها القيمة 1 أريد أن أضع قيمة في الخانة الثانية أكتب M01 0 هو رقم اللاين 1 رقم الكلومن 1 ووضعت القيمة 2 M02 يساوي ثلاثة line رقم 0 كولومن رقم 2 line رقم 0 كولومن رقم 2 أضع القيمة ثلاثة نفس الشيء بالنسبة لل line 1 إذن غيرت هنا line مريت للسطر اللي تحت M10 4 M11 إذن line 1 كولومن رقم 1 وضعت 6 وهنا 1 1 2 إذن line رقم 1 كولومن رقم 2 وضعت القيمة ثمانية بإمكاني أن أختصر كل هذا الكود بالكود الموجود تحت في C++ أكتب int M وأعرف مصف M لم أحدد هنا عدد الأستر وعدد الlines سيقع تحديد هذا بالقيم التي سأضحها إذن سأضع أقواس بداية المصفوف ونهاية المصفوف اللاين الأولى ستحتوي على القيم 1 2 3 والسطر الثاني الذي يوليه سيحتوي على القيم 4 6 8 إذن كل الكود الموجود في الأعلى بإمكاني أن أختصره في الكود الموجود تحت هنا مثال لاستعمال الفورلوب حتى نطبع محتوى matrix محتوى مصفوف هنا الأبعاد عندي هذا الكود يبدأ بتعريف عدد الlines عدد الكولومنس ثلاثة وأعرف المصف M عدد الlines عدد الكولومنس وأضع القيم 1 2 3 في السطر الأول و 4 6 8 في السطر الثاني إذن هذا السطر هذا كله يقوم بتعريف مصفوف هنا الأبعاد في السطر الأول سأضع القيم 1 2 3 و في السطر الثاني سأضع 4 6 8 إذن هذا اسم المصفوف M الفور الأولى تحتوي على متغير I يساوي 0 إلى NB line إذن هذا المتغير I حيمثل رقم الline حيكون يساوي إما 0 أو 1 بالنسبة للجي بالنسبة للجي هذا حيمثل العمود حيكون يساوي إما 0 أو 1 أو 2 عندما الآي يساوي 0 إذن في البداية نقوم بتنفيذ الفور الثانية فور جي يساوي 0 إلى NB column I++ ونطبع M سنطبع M0 0 M0 1 و M0 2 اللي هما هذه القيم A يساوي 0 يعني أحنا في السطر الأول هذا وسنطبع القيم 1 2 3 كل هذه القيم طبعناها في نفس السطر عندما نخرج من هذه الفور هنطبع End of line يعني هنقفل هذا السطر ونمر لسطر جديد ثم بعد هذه الأنستركشن نروح لل I++ ال I صار يساوي 1 ونفس الشيء نقوم بتباعة M1 0 M1 1 و M1 2 اللي هما هذه القيم السطر الثاني بعد أن نخلص هذه الفور نطبع End of line إذن خلصنا من هنا End of line نروح لسطر جديد نروح لل I++ ال I صار يساوي 2 إذن 2 ليس أصغر من 2 لكن يساوي لذلك هذا الشرط يصير خاطئ وينتهي البرنامج موسيقى